وإلى أخبارنا المحلية حيث يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وخلال جلسة اليوم وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإصدار التعريفة الجمهورية كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون استمرار العمل بأحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضة جلسة جديدة يناقش خلالها مجلس النواب رئيسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض القرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإصدار التعريفة الجمهورية بناء على التقرير المقدم من لجنة الخطة والموازنة حيث أفاد التقرير بأن القرار متمشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات التعريفة الجمهورية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستوائع الدولي والمحلي وتعمل على تحقيق أهداف المشروعات الانتاجية بما يتلاءم مع هذه التغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وأثارها على الاقتصاد المصري تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التبسع في أنشطتهم الانتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضرة قد تؤثر على قدرتها التنفسية وخلال الجلسة وفق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون استمرار العمل بأحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد كما تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان أقترح عشان أكفل الضمانة أن يكون يترقص محكمة الجناد استمرارا لهذا القانون قادي أو مستشار طبعا لفظا من محكمة النقد عشان أضمن كفالة تطبيق هذا القانون نحن بنشوف التوجه العام للدولة المصرية الآن في دعم الزراعة وفي دعم الفلاح المصري وكمان دخلين يعني زي ما بنسمع وبنشوف على أزمة علامية في مسألة الغزاية طبعا بشكر اللجنة الموقرة على تقريرها الوافي يعني أنا أطالب الحكومة بإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية وإلغاها تماما تخفيفا على الفلاح المصري ودعم لي الزراعة المصرية وفي ختام الجلسة وفق المجلس على قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرد بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان وأيضا الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلا ائتمانيا بمبلغ 52 مليون يورو ومنها بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو موسيقى